أنا أكرم الخطيب سوري من محافظة الرقة ولدت كمان وربيت وعشت في الرقة بالشهر السابع من عام 1969 محافظة الرقة تتربع على مساحة بحدود لعشرين ألف كيلومتر مربع نهر الفراتي اخترق من الشرق إلى الغرب فهي على ضفتين شمالية وجنوبية للنهر هناك مساحات شاسعة على سرير النهر مروية بالراحة إضافة إلى المشاريع الرية العملاقة التي أقيمت بالمحافظة حقيقة يعني من سد الفرات إلى سد المنصورة بدأت المشاريع بعد إنشاء سد الفرات أو بعد تدشينه الذي تم تدشينه أظم بعام 1976 أو 1978 بعد ما تم تدشين السد بدأت المشاريع الزراعية مشاريع رية عملاقة حقيقة وانشأت بالمحافظة وبقيت المشاريع المتوالية إلى قبل بداية الحرب بسوريا بقيت المشاريع المتوالية شق وافتتاح مشاريع ري جديدة بالمحافظة وصلت تقريباً مياه الفرات إلى الحدود التركية شمالاً تقريباً كان في صندوق تنمي كويتي وكان يدعم هاي المشاريع إضافة إلى ذلك المشاريع أو الأراضي اللي ما خدمتها هاي مشاريع الرأي كان فيه مشاريع خاصة هي اجتهادات من أصحاب الأراضي بحفر آبار ارتوازية للمنطقة اللي ما شمل الرأي بالراحة والمناطق اللي كان يصعب فيها حفر الآبار بقيت على الزراعة البعلية فالمحافظة تكاد تكون بشكل كامل يعني تستثمر أراضيها زراعياً سواء مروية أو بعلية بمحاصيل استراتيجية أيضاً وهذا موضوع هام يعني إذا بنا نحكي على المحاصيل الأساسية اللي كانت تزرع بالرقة اللي هي القمح والقطن والشواندر السكري وذر الصفراء هاي كلها محاصيل استراتيجية كانت تسوق إلى الدولة حسراً إلى مراكز تسويق تابعة للحكومة يمنع كان بيع المنتجات الزراعية للقطاع الخاص أو لتصديرها عن طريق شركات خاصة أو تجار محليين أو حتى من باقي المحافظات طبعاً هذا الأمر كان كتير مضبوط أمنياً يعني إذا بنا نحكي لحتى أنه ما حدا يحسن يبيع لقطاع خاص أولاً عدم وجود ترخيص لشركات قطاع خاص تعمل بهذا المجال كان يفسح بالمجال للحكومة أنه هي تكون التاجر الوحيد والمسوق الوحيد لهذه المحاصيل وهذا الأمر كان يتبع ظلم للفلاح والمزارع بأسعار هي المنتجات يعني إذا نحن بنعمل مقارنة بسيطة كانت بين سعر وهذا معروفاً نحكي عن محاصيل استراتيجية التي هي إلى قيمة سوقية عالمية معروفة على مستوى العالم يعني إذا نحكي القطن أو القمح له سعر عالمي هذا المنتج بتلاحظ الظلم موقع تقارني بين السعر العالمي اللي موجود بالأسواق الدولية وبين السعر اللي كانت تفرضه الدولة على المزارعين والفلاحين أهم الشربح الكبير كانت تحققوا الدولة والظلم كان يقاع على الفلاح ويقاع على المزارع علماً أنه مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومثلاً نقول أكياس فارغة وشلول للقطن وحتى محروقات تضاعفت كذا مرة وبقي المنتج لسنوات طويلة محافظة على سعر واحد مما أدى إلى تدهور الزراعة بالمنطقة صراحة نحن كنا نشتغل نظراً لقلة الآليات بفترة من الفترات عند المزارعين والفلاحين ونظراً لصعوبة التسويق أيضاً بمراكز التسويق الحكومية كان كثير من الفلاحين والمزارعين يضطروا أن يبيعوا منتجهم لتجار محليين اللي هن يأخذوا هذا الدور بإيصال شراء هاي البضائع أو المحاصيل هاي وتوريدها إلى مراكز الدولة يعني نحن كنا همزة الوصل بين المزارع وبين أنا وبعض الأشخاص يعني كثير من الأشخاص وأنا بحكي عن تجربتي الشخصية حقيقة الظلم ما كان يقع علي أنا إذا بدي أحكي بتجرد وبحياذية ما كان يقع علي أنا كتاجر بقدر ما كان يقع هو على صاحب المحصول الأساسي أو المنتج الأساسي لهذا المحصول اللي كان عم يتعب كل السنة ويحط مصاريف كتير كبيرة من مصاريف مادية ومن جهده وتعبه وتعب أسرته وامتظاره لمدة مثلا سبع شهور أو ثماني شهور لحتى يجني هذا المحصول وبالأخير نحن مثلا نجي نشتري أو نورد على الدولة بسعر لا يقارن بالأسعار الموجودة بالأسواق العالمية هلأ تركت المجال حقيقة بعد 98 موضوع تجارة الحبوب صفة موضوع يعني شو مدي أحكي ماعد فيه سمرة حقيقية وماعد فيه يعني الفائدة اللي كنا نحققها بالسنوات اللي قبلها كترة وسائل النقل عند الناس صار موضوع التسويق أكثر سهولة للمزارعين والفلاحين نتيجة انتشار عدد كتير كبير من مراكز التسويق الحبوب للدولة ضمن المحافظة ضمن هذه الرقعة الجغرافية اللي حكينا